السلام عليكم أعزائي الطلبان تمنى تكونوا بخير وفي أفضل أحوال يا رب هذا الثاني فيديو بخصوص المسيحية في الفيديو السابق توقفنا عند صلب يسوع وادعى الأتباع ديالو أنهم شافوا من بعد وفاة ديالو في هذا الفيديو سنكمل وشنوقع من أحداث من بعد وفاة ديالو ونركز بزاف على وحدة الشخصية اللي هي محورية وأساسية في المسيحية اللي اسمتها الصال الصال اللي نعوناس the apostle Paul was initially against Christianity and persecuted persecuted يعني كان يتطاهد christian كان يتطاهد المسيحيين before his conversion هذا الصال اللي من بعد غديو اللي معروف اسم apostle Paul كان في البداية ضد المسيحية وضد المسيحيين وكان يتطاهدهم قبل ما يعتنق المسيحية conversion يعني اعتنقها ولا تحول للمسيحية صال was devout jewish pharisee pharisee هو زعم عضو دلوحة الطائفة يهودي اللي كانت قديمة صال was devout jewish pharisee who believed that christianity was a threat was a threat يعني كان تشكل تهديد to judaism and its traditions اذا صال كان devout يعني متديين بزاف ومتعصب كان يهودي وكيشوف باللي المسيحية تشكل تهديد تهديد على اليهودية والتقاليد دياله he was actively persecuted perscuted كيف ما شفنا من قبل هي كيتطاهد كيتطاهد christians going from house to house كيمشي من دار حتى الدار باش يقلب على من يقلب يقلب على هاد المسيحيين ويسجنهم and search for them and imprison them الدرجة انه يدور من نظار الدار كيف اتش عليهم غير باش يسجنهم قبل ما نكملوه خستعرفوا الفرق ما بين هاد apostle اللي شفنا دابا أو disciples اللي شفنا هم في الفيديو السابق the disciples were a larger group of people who followed jesus during his lifetime the term disciple means learner or student the disciples were students of jesus and they learned from him and followed his teachings بمعنى disciples كانوا رجال والنساء مخلطين وكانوا بحل التلاميذ اليسوع وكانوا بزعف بينما apostles فقط كانوا غير رجال وكانوا 12 واحد فقط ما كانوا بزعف كانوا فقط 12 واحد ويسوع هو الذي اختارهم باش يحملوا التعاليم دياله من بعد الوفاة دياله the term apostles mean messenger وهاد apostles اختارهم jesus باش ينشروا his message للآخرين دابا من اللي قلنا sal ولا اسمتوا من بعد apostle paul يعني هو رغم ما كانش من بين هاد 12 واحد اللي اختارهم يسوع لا بالعكس كان ضد انتشار المسيحية في اللول كان يهودي ومتعصب كان يهودي وكان متعصب كان ضد البدايات ديال المسيحية حسب ما شفنا حتل دابا هاد christians apostles كانوا يهود في الاول ديالهم كانوا يهود واعتنقوا المسيحية لان حتى يسوع المسيح رأى كان يهودي رجل يهودي وددت في مجتمع اللي رأى يهودي واللي كي تسيروا واللي كي حكموه الرومان واي واحد ما كانش يهودي في ذاك الوقت كان كي تسمى gentiles non-jews were known as gentiles and the new testament والرومان في ذاك الوقت كانوا يتابروا باللي المسيحية مجرد جزء من اليهودي هادشي علاش وما ميكوا على جاهلوها صال a pharisee or jewish religious scholar صال اللي كان pharisee او لعالم دين يهودي strove hard to hinder يعني ساعة جاهدا لعرقالة النمود الكنيسة في الاوائل ديالها في اللول ديالها كان ضدها ضدها ساعة جاهدا من اجل عرقالتها لكن في الطريق دياله من ان كان ماشي من اورشاليم اللي هي القدس لدماسكس دماسكس اللي هي دمشق بالعربية واللي هي عاصمة سوريا حاليا كان غادي منين من اورشاليم لدمشق يعني بحالك نقوله حاليا من فلسطين غادي لسوريا باش علاش باش يعدبوا ليدطاهدوا المسيحيين في ذك الطريق صال غادي تلقى نور إلهي صال received a divine illumination ثم غادي اعتانق المسيحية وغادي تسمى بالاف تارسس وهاد تارسس راها مدينة كينا في تركيا وماشي تارطوس اللي كينا حاليا في سوريا لا رحز بزافرتي غلطو فيها بالاف تارسس اند اباصل اف كريس يعني الرسول دي المسيح اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر